اشتركوا في القناة والشقيقة والصديقة قد اسست لعلاقات راسخة مع هذه الدول وفتحت المجال واسعا امام التعاون بينها ثنائيا وجماعيا عبر المنظومة الخليجية او العربية او التعاون الدولي ونوها صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار برامج التنمية التي تتبناها الحكومة وفاعليتها في التعامل مع متطلبات مرحلة وفق منهج اقتصادي اكثر ديناميكية يعزز الاستقرار المالي ويدعم جهود التنمية الاقتصادية اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر